أي حد فينا يبقى وجهة نظر وإنهما بيكسبوا وإحنا لقى دي حاجة عايزة صححها بقى عندك يا أستاذة نجلاء كل ما حجم الشركة وحجم أعمالها يكبر كل ما يحصل حاجتين يحصل حاجتين يحصل أن أقول أنا فين نصيبي في كل الشغل الكثير أنا عايز فرصة أشتغل معاكو مثلا أو أن أنا عايزة أعرف أنتو بتقدموا إيه للمجتمع فأكيد تعرضتي للسؤال ده حقيقي يعني هو السؤال ده بيتطرح كتير بس اللي عايزة أقوله أن إحنا لما بنشتغل على المستوى المسئولية المجتمعية في مبادرات أنا آه أنا محتاجة أن أنا أوصل للناس أقول لهم أنا بعمل إيه بس أنا مش لازم أن أنا أستفيد يكون فيه فايدة مباشرة لي كشركة من هذا العمل اللي أنا بعمله كمسئولية مجتمعية تجاه المجتمع فإحنا آه بندخل في مبادرات كتيرة جدا آه علشان نعمل التنمية المستدامة اللي إحنا الهدف أو المسمى بتاع حلقة النهار ده وهي إن إحنا نحاول إن إحنا نفكر زي ما إحنا بننمي دلوقتي وبنعمل أنشطة ومبادرات وبنوفر مستوى لائق للمعيشة أو نمو اقتصادي ما ننساش الأجيال وحق الأجيال القادمة في إنها تفضل إنها تقدر إنها تعيش وتكمل وتقدر إنها تنامي بردء عشان كده مثلا عندك جهود كتير في مجال التعليم بالظبط كده تعليم الفني أنا لازم تقولين يعني أنتوا بتشتغلوا مثلا في مجال التعليم الفني بمدارس متكملة صح؟ إحنا أخذنا الطلبة بتوع أعدادي لهم خارجين من أعدادي وابتدينا إن إحنا نعمل مدارس تكنولوجية تطبيقية طب ليه؟ علشان إحنا دلوقتي كل التوجه إن إحنا بنعمل المدن الذكية بنعمل محتاجين إنترنت الأشياء محتاجين إنترنت الأشياء كل التخصصات دي محتاجينها عشان هي دي المدن اللي بتتعامل الجديدة دي دلوقتي كلها العاصمة الإدارية وغيره محتاجين الكواليفايت تكنيشن ده الفني العالي الجودة